مبادرة ولي العهد سمع بلا حدود تعيد السمع إلى طفلة لارا والفرحة إلى ذويها الذين يقتنون منطقة الجفر في محافظة معان أنا أم لارا سلام أبو تايا من قرية الجفر محافظة معان بنت لارا هي البكر كانت فرحتي الأولى اكتشفت في عمره ثلاث سنوات أنها فاقدة للسمع وذلك في موقف كان كنا كلنا العيلة متجمعين ببيت الجد وكان في صوت عالي وشغل وكل الأطفال اللي تموا على هذا الصوت لارا ما إيجت ظليت صافنا لارا ما إيجت وقفت الشغل ورجعت رجعت كمان خليتهم يشغلوا الصوت من جديد اكتشفت أنه لارا ما تسمع تكلمت مع أبوها كان هو بالدوام طلعنا على عمان اجرينا إلها الفحوصات اللازمة اكتشفت أنه لارا عندها فقدان 70% وما يسمى علمياً يعني فقدان السمع الحسي العصبي يعني العصبي اللي هو يعني الحل فيه اللي هو زراعة القوقع سمع بلا حدود عرفت عنها من المختص والمسؤول في المدينة الطبية مباشرة خاطبوا بملف لارا الديوان الملكي وكانت هي المبادرة ضمن موجودة في الديوان الملكي الآن هي في مركز مختص اللي هي مؤسسة ولي العهد مبادرة مباركة ساعدت كثير أهالي وناس يعني نحكي عندهم عجز يعني احنا نعرف أنه المادة إلها دور يعني هاي المبادرات هاي العمليات مكلفة يعني بتكلف يعني فوق الـ 75 ألف والأجهزة حساسة يعني أي عطل احنا ما في مختص في الأردن ممكن يقوم بتصليحها يعني أنا لما يكون في عطل في سماعة لارا لما روح للمسؤول أو الشركة المسؤولة عن هذا النوع من الإجراءات اضطر أنه أنا أخذ جهاز موجود عنده للارا والجهاز الآخر بروح لدولة النمسا مؤقل من شهر إلى شهرين حتى يتم الإجراءات التصليح له والصيانة ورجعون للأردن يعني فيعني هي مبادرة مباركة مبادرة أشكر سمو ولي العهد عليها يعني أنا أذكر أول ما أطلقها في مؤتمر حكا ما بدي أسمع ما بدي أشعر أنه في طفل في الأردن ما يسمع أو ما يحكي أو ما يتواصل فيه 17 الحمد لله لقيت الأخصائية اللي بإرشاداتها وبشغلي أنا ووالدها الحمد لله رب العالمين قدرنا أنه بال2018 في شهر ثمانية سمعت كلمة من الأخصائية والمسؤولة الأولى اللي هي المسي اللي دربتها أنه مباركة يا أم لارا يعني خلص لارا تدخل للمدرسة مع أقرانها ما أحكي لكم عن الفرحة أنه لارا تدخل على خمس سنوات رياض الأطفال فرحة يعني لا توصل لا توصل لأنه أنا لما اكتشفت بالعمر الثلاث سنوات توقعت أنه لارا على الأقل رح تتأخرها من المدرسة أربع سنوات الحمد لله رب العالمين زي ما أنتم شايفين لارا طالبة متفوقة ذكية قيادية تشارك في المسابقات الرياضية بالكشافة المدرسية تعتمد على نفسها اعتماد كامل يعني تطلع من البيت على المدرسة وترجع أبداً ما أخاف عليه الحمد لله